تكابد المرأة اليمنية حياة شاقة وقصية منذ نحو تسع سنوات شردتها الحرب وتعرضت لأصناف المتاعب والأوجعة وواجهت الموت والجوع والمرض وباتت في أكثر المواقف بلا مأوى إثر نزوحها من مخيم لآخر طوال السنوات الثماني الماضية لعل العديد من هذه المواقف باتت واضحة للعيان وأمام أعيوننا أيضا المرأة التي تقاسي ويلات الحروب والنزوح في جميع المخيمات التي حقوقها مسلوبة سواء في التعليم أو في الصحة أو في الأمن والإطمئنان من خلال الصراعات الموجودة في اليمن وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون العام القادم أو السنة القادمة في مثل هذا اليوم أن تكون المرأة اليمنية في أحسن حال وأن يكون قد انتهت الحرب والنزوح وكل يعود إلى بيته وأهله وأن تنتهي هذه المعاناة هنا في السويدة غرب مأرب تسكن الشابة جليلة لأكثر من ثلاث سنوات فيما الأخرى يتتجاوزن الثمانية أعوام داخل المخيم نفسه تقول أن حياتها تزداد صعوبة عاما بعد آخر في مكان ليس صالحا للعيش وفي ظل حرب طال أمدها ويتصف مستقبلها بالمجهولة المخيفة حيث يفتقل المكان لأبسط أساسيات الحياة فلا تعليم ولا صحة ولا مستقبل يبنى على هذه الخيام المتهالكة التي غيب كل شيئا فيها حتى مفاهيم الحقوق لم يعد لها أي معنى في وقت يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة ما بو لا حقوق مرأة ولا مخيمات مستوية نحتاج للدعم يعني لا حقوق مرأة ولا غذائيات ولا نحن عايشين بالمخيمات هذه يعني أسلوب ما بو الحاجات نحتاجها ما هي موجودة الآن حقوق المرأة يحتفل نحن لا نحتفل بحقوق المرأة أبدا من الحالات هذه النازحين والمخيمات يعني دماء لا بو حاجها صالحة ولا بو حاجها يعني ما نقدر نعيش سوى في هذا المخيم في قولوا باحتفالات هذه للمرأة العالمية وإنجازاتها في الكثير يحتفلون بس هنا من النواء النزوح هذا والمشاكل يعني نعاني لا نحتفل لا بعيدة هذا حق المرأة والاحتفالات والإنجازات ولا شوق نعاني إلى الجفاف نعاني إلى الأمراض إلى الجوع إلى الهلاك من هذا النزوح من جميع النواحي تخذ المرأة في المخيمات غمار الحياة بجدارة في مواجهة التحديات والمتاعب فهي أم ومعلمة أجيال ومرشدة اجتماعية وطبيبة وغيرها دون أي مقابلة مادية وضعت أمامها مسؤولية أكبر من قدرتها لقد حضرت المرأة عندما غاب الرجل فالحرب والنزوح لم يترك لهن أي خيار سوى تقبل الوضع والتكيف على حياة النزوح القاسية التي لم تخطر في بال أي امرأة في العالم تحتفل بهذا اليوم عن زاقع المرأة اليمنية النازحة وما تعيشه من المعاناة والحرمان والعواز داخل هذه المخيمات داخل هذه الخيامات في مخيمات النازحين تقبع المرأة اليمنية لأكثر من تسع سنوات في حالة تعكس مدى الحالة التي وصلت إليها في ظل الحرب والنزوح في وقت يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق المرأة عبد العالم دحلال لقناة اليمن اليوم من مخيمة سويدة مأرب ترجمة نانسي قنقر